بسم الله الرحمن الرحيم فخامة رئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية السيدات والسادة الحضور الكريم شرفني أن أشارك بهذه الجزءة لحكاية وطن وطن عزيز وطن تشرفت بأن مثلته في الخارج وفي الداخل على مدى ما يزيد عن 40 سنة لخدمة شعب عظيم نكن له كل التقدير وأنتاز أيضا الفرصة لتوجه لأخواتنا المسلحة الباسلة التهنئة باليوبيل الزهبي لانتصارات أكتوبر ولكل من أفنى وضحى من أجل هذا الوطن العزيز وإذا ما استعرضنا السياسة الخارجية في زل الجمهورية الجديدة منذ عام 2014 لابد أن نتذكر أن السياسة الخارجية في المقام الأول هي لخدمة المواطن المصري الفرد وتحقيق تموحاته وتحقيق الازدهار لهم ولما كانت السياسة الخارجية مرئية للأوضاع الداخلية فلا يبد أن نتذكر ما كانت عليه الدولة قبيل 2014 فكانت تعاني من صعاب متصلة بأوضاع داخلية تتسم بعدم الاستقرار وتحديات اقتصادية تراجع في الدور الإقليمي لها والدولي تعاني من هجمات شرسة من الإرهاب وأدى التطورات إلى تعليق عدويتها في الاتحاد الأفريقي مؤسسة التي كان لمصر دور رئيسي في تأسيسها بالإضافة إلى عدم الرضا الشعبي إذن ما يستشعره من انتقاص من كرامة الدولة وتراجع مكانتها وكان لذلك من الأهمية أن تصيغ الدولة لسياسة خارجية تتسق مع رؤية القائد الرئيس عبد الفاتح السيسي وتحدد هذه الخصائص في التوازن والتنوع في العلاقات وتجنيب الاستقطاب دعم الاستقرار الإقليمي والدولي مركزية الدور للمواطن في السياسة الخارجية والاهتمام بالبعد الاقتصادي والتنموي وسياسة استباقية تتعامل مع التحديات البازغة وسياسات ذات أدوات حثيثة تواكب متطلبات العصر ولكن لم تكن هذه هي العناصر الوحيدة وإنما كان من الضروري لمواجهة التحديات المرتبطة بالأوضاع السابقة لـ 2014 تكون هناك رؤية عزيمة وإرادة ولكن بالإضافة إلى ذلك خاصية استأثرتني على المستوى الشخصي في إصرار السيد الرئيس بأن ترتكز السياسة الخارجية المصرية على مبادئ إنسانية وأخلاقية مستمدة من تراس هذا الوطن الحضاري والديني مبادئ للتعاون لتحقيق الاستقرار ليس فقط لمصر ولكن لمحيطها الإقليمي والدولي عدم التآمر بل العمل على الخير وأيضا عدم زعزاعة استقرار الآخرين بأجل تحقيق مصالح آنية وزاتية هو توجه بالحقيقة يدعو للفخر لهذه المبادئ النبيل وأتقدم لسيادته بكل الاحترام على ما يلمسه الجميع في الداخل وفي الخارج من توجه صادق وأمين وموضوعي على هذه المبادئ النبيلة لتحقيق هذا التوازن والتنوع كان من الضروري أن نستعيد ثقة شركائنا الدوليين اللي اهتزت في عقاب أحداث 2011 ومتلاها والتي أشعرت بأن مصر قد فقدت قدرتها على أن تكون شريكي يعتد ويعتمد عليه لتحقيق طموحات شعبه الداخلي وأيضا أن يلعب دور مؤثر فيه المنظومة الدولية بصفة عامة وفي إطار العلاقات الثنائية بصفة خاصة ومن هنا جاء تكثيف التواصل على المستوى الثنائي في دوائر الاهتبام المصري سواء كانت الدول العربية الشقيقة الدول الأفراقية الشقيقة دول العالم الإسلامي الدائرة المتوسطية دائرة العالم النامي لطالما كانت مصر في ريادة المدفعين عن مصالحي وتمت العديد من الزيارات الثنائية وعقد اللجان المشتركة والأليات التشاور السياسي والاعتماد على دعم رجال الأعمال والقطاع الخاص في فتح مجالات تعاون وترسيخ الترابط فيما بين مصر وشركائها الدوليين وتم الاعتماد بشكل رئيسي على دبلوماسية القمة والفتحة أفاق جديدة وبنت علاقات شخصية تتسم بالاحترام المتبادل والثقة لما قدمه السيادة الرئيس من جهد وما أزهره من طرح ورؤية دائما كانت تتسم بالتوازن وبالاهتمام بأن تكون دائما العلاقات مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وعدم التدخل ومراعاة الظروف المحيطة بالكافة الشركاء باللدفة لذلك الارتقاء بالعلاقات إلى شركات استراتيجية كاملة من مجموعة من الدول المؤثرة ومنها الصين والروسيا الاتحادية والهند واليابان وكوريا الجنوبية ويكون لها دول لها طبعا مكانتها الدولية ولها القدرة في تعاونها معنا سواء في النطاق السياسي أو النطاق الاقتصادي أن تكون هناك علاقات مؤثرة وتسهم في الارتقاء بمستوى الجهود التنموية التي تبذل بشكل كثيف منذ 2014 والتي كانت حكاية وطن خلال الجلسات الماضية أكبر دليل على قدر الإنجاز وما تحقق وكانت أيضا مرصودة من قبل هؤلاء الشركاء وهذا هو ما دفعهم إلى الدخول في هذه الشركات الاستراتيجية والتقدير بأن مصر قد عادت وهي على طريق نحو أن تكون شريك له أثره وله العوائد من الارتباط به وتم الاحتفاظ أيضا بالعلاقات الاستراتيجية القائمة مع دول مركزية الولايات المتحدة الأمريكية وتمثل ذلك في انعقاد الحوار الاستراتيجي فيما بين البلدين بشقه السياسي والاقتصادي والتزامن مع الاحتفال بمرور مئة عام على هذه العلاقات كذلك تم عقد المفاوضية الاقتصادية والعلاقات الاقتصادية فيما بين مصر والولايات المتحدة علاقات متنوعة وعاميقة ولها أيضا إسهامها في التطور الاقتصادي لمصر في هذه المرحلة الهامة الاتحاد الأوروبي سواء على مستوى المفاوضية الأوروبية أو مستوى الدول للأعضاء والشراكة التي تجمع فيما بين مصر وهذه المجموعة الهامة من الدول وانعقاد مجلس المشاركة بشكل دوري لتبادل الرؤى وحول القضايا السنائية والقضايا الدولية والإقليمية والتوصل إلى تحديد أولويات هذه الشراكة أولويات تتصق مع الأولويات الوطنية ليس فيها إملاء الإبتعاد عن المشروطية والعمل بحيث تستخلص كل من الجانبين مصالحهم بشكل متساوي أيضا كان هناك اهتمام بإنشاء أطر جديدة للتعاون ومن أمثلتها الألية الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية ألية أخذت تتطور ويبرز الدور المركزي لها في تحقيق الاستقرار في منطقة شرق المتوسط في فتح مجالات تعاون بين الدول الثلاث في مجالات الزراعة والسياحة والنقل وهذا على أسس وجزور تاريخية ممتدة تربط بين شعوب الدول الثلاثة وأظهرت جدارتها لأن تكون آلية إيجابية تحقق مصالح الدول الثلاثة وعلى مستوى الأشقاء الدول العربية آلية تعاون المصرية العراقية الأردنية وهي بالتأكيد تطور وإسكاء للعلاقات الاقتصادية والتكامل الاقتصادي الخائم بين الدول الثلاث في تحقيق الاندماج تحقيق المنافع والعمل على تناول القضايا السياسية والاقتصادية من خلال رؤية مشتركة تسهم في تحقيق الاستقرار وجهود التنمية تم إنشاء منتبه غاز الشرق المتوسط وأيضا يدوم عدد كبير من دول المتوسطية دول المؤثرة التي تسعى لاستفادة الكاملة من مواردها الطبيعية وتجعل من مصر منصة هامة للطاقة والاستفادة الكاملة من الموارد التي يوفرها اكتشافات الغاز في الشرق المتوسط وهي منصة قابلة لتوسع بما يخدم مصالح الدول ويحقق مزيد من الاستقرار في بقعة هامة من دقاع العالم العلاقة اللي نشأت فيما بين مصر وتجمع الفيشغراد وهي أربع دول النمسا السلوفاكيا بولندا المجر دول كلها دول في الاتحاد الأوروبي ولكن لها خصوصية في إطار علاقتها الممتدة مع مصر وفي نفس الوقت قرب رؤاها نظرا لمواقعها الجغرافية ومعرفتها بالظروف المحيطة بالقضايا المرتبطة بالعالم العربي وكانت من الأهمية توثيق هذه العلاقة لما ظهر من استعداد لهذه المجموعة ليس فقط للتعاون ولكن أيضا لأن تنقل إلى الاتحاد الأوروبي مثلما فعل اليونان وأبروس الوجهة النظر المصرية أمام سواء قضايا مرتبطة بالتطورات الداخلية أو فيما يتعلق بالرؤية إزاء الأوضاع الإقليمية أيضا تم التفاعل مع سيغة ميونيخ لعملية السلام مع دولتين بارزتين في الاتحاد الأوروبي فرنسا وألمانيا لملء الفراغ الذي حدث فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية واستمرار الدفع نحو تسوية القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع على مبدأ الدولتين وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني منظمة شانجهاي والاهتمام والتقدم الذي حدث في منطقة جنوب شرق آسيا ودولها لكن أيضا يقتدي أن يتم الاهتمام بها وتوسيع نطاق شركاء مصر للتعاون والتفاعل وأخيرا الدعوة التي تلقتها مصر المشاركة في تجمع بريكس وهو أيضا تجمع يجمع دول رئيسية دول بازغة يتيح لمصر مجالات للتعاون الاقتصادي تسهم أيضا في تحقيق التنمية والجهود الارتقاء بمستوى معيشة الموطن المصري التوسع والعودة إلى العمل في مجال متعدد الأطراف في منظمات كانت مصر من مؤسسة لها سواء كانت الأمم المتحدة وقبلها الجامعة العربية منظمة التعاون الإسلامي مجموعة السبعة وسبعين والصين كلها كان مشهود لمصر دائما الخدرة على التأثير والتواجد الكثيف والاحترام لما تبديه من أراء دائما تمسكها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة مبادئ القانون الدولي عدم خروجها عن الأطر القانونية للعلاقات فيما بين الدول فتم تكثيف تواصل في كل هذه المؤسسات متعددة الأطراف بما فيها مجلس حقوق الإنسان الذي نشأ وأصبح يحظى باهتمام كبير من المجتمع الدولي وكانت مصر وأنا شخصيا شاركت فيه وضع الأسس عمله بشكل يضمن بأن يعمل في إطار خدمة تعزيز حقوق الإنسان وليس في إطار توظيفه لأغراض سياسية والتشهير بالدول من الخصائص الأخرى تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي وهنا لا بد أن نعترف أنه من الصعب مهما بزلنا من استقرار داخلي ألا نتأثر بالإقليم المحيط بنا لما يشكله من ضغوط سواء فيما يتعلق بمخاطر لنفاذ التنظيمات الإرهابية من دول الجوار أو مخاطر الهجرة غير الشرعية وضغوطها أو المناخ العام الذي يترتب على عدم استقرار في المحيطنا المباشر ولهذا انخرطت مصر بشكل فعال في محاولة تسوية الأزمة الليبية في إطار الفهم فيما حدث على مدى عقد من انهيار منظومة الدولة الوطنية والمخاطر المرتبطة بذلك من فقد المؤسسات الدولة لقدرتها على التلاعب مسؤوليتها في خدمة مواطنيها وما يؤدي ذلك من وجود فراغ تملأه المنظمات والفكر المتطرف منظمة الجريمة المنظمة ويؤدي إلى إهدار القدرات والموارد ويجعل مناخ غير محقق للتضامن والعمل المشترك لتحقيق المصالح المشترك بالتأكيد أيضا من الأدوار المصرية تقليديا دائما كانت في صدارة هي الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والدفع لتسوية الأزمة وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 67 وعاصمتها القدس الشرقية وإقناع طرفية الصراع بالفوائد التوصل إلى حل لهذه الأزمة التي ظلت على ما يزيد عن 70 سنة وتستمر مصر في جهدها للتهدئة لاحتواء الأزمات التي تنشأ لاستمرار العجز ليس عجز مصر ولكن عجز المجتمع الدولي في أن يصل إلى حل عادل لهذه القضية وتنشأ من حين إلى آخر الصراع وتتدخل مصر بما لديها من تواصل مع الطرفين وثقة في الوصول إلى التهدئة للأسف الأزمة السودانية وأيضا أثرها علينا جعلت مصر في صدارة الدول التي سعت للدفع نحو تسويت هذه الأزمة سواء من دعوة العقد الاجتماع الطارق لمجلس الجامعة العربية لمستوى الوزاري وانضمامها مع المملكة العربية السعودية في تكوين مجموعة اتصال للأزمة ثم دعوة السيد الرئيس لعقد قمة دول الجوار وما تل ذلك من اجتماع لوزراء الخارجية لتفعيل خارطة الطريق تؤدي إلى احتواء هذه الأزمة وقف إطلاق النار تناول الخضية الإنسانية وأيضا العمل على وضع خارطة الطريق فيما بين الأشقاء السودانيين للمستقبل حفاظا على مقدرات الدولة وعلى مؤسساتها الشرعية الأزمات في سوريا واليمن والصومال الأزمات مرتبطة بالأوضاع الاضطرابة الذي نشأ على مستوى المنطقة ونستمر في جهودنا مع شركاءنا والدول المؤثرة وهذا يعزز من قدرة مصر على أن تطرح رؤيتها فيما يتعلق بضرورة الحفاظ على كيانة دولة الوطنية حتى نخرج من التحديات المرتبطة بالفراغ الناشئ ونفاذ التنظيمات الإرهابية والجريمة والوضع الإنساني السيء الواقع على أشقائنا في هذه الدول العربية عمليات حفظ السلام ودور أيضا أكسب مصرخ خلال السنوات الماضية احترام على المستوى الدولي مصر سابع أكبر مشارك وطبعا هنا ما أنساش أتقدم بالتعزية لأفراد القوات المسلحة وشعب المصري للتضحيات في إطار المشاركة في عمليات حفظ السلام في القارة الأفريقية والراحلة حياتها رجال بواسل من أجل تحقيق أيضا لأشقائنا كما نسعى لأنفسنا الاستقرار والتحديات التي يواجهونها والوساطة في الأزمة الأوكرانية الروسية سواء من خلال مجموعة الاتصال الوزرية العربية أو من خلال اجتماعات القادة الأفارقة وسعيهم لإسكاء مبادئ القانون الدولي ومثاق الأمم المتحدة والتوصل إلى حل سلمي يلبي الناصر والاعتبرات لكافة الأطراف بما يجنب الأثار السلبية التي ترتبت على المناخ الاقتصادي العالمي الأمن الغذائي أمن الطاقة كلها أمور كان لها أثر كبير على مصر كما شرح زملاء في الجلسات السابقة ومن هنا الاهتمام بمشاركة مصر ومشاركة السيد الرئيس في هذا الجهد هو إقرار آخر بأن مصر استعادت ثقة شركائها في دورها وفي قدرتها وعلاقتها التي لها تأثيرها وفي رؤيتها اللي دائما هي رؤية إيجابية رؤية نحو الإحدواء والبناء في إطار حكمة وفي إطار اتزان أصبح هو السمة اللي بيركز عليها المجتمع الدولي قبل 2014 كان دائما هناك تحفظ ومراجعة لمدى اهتمام الدولة المصرية بالقرة الأفريقية على دوق ما بزلته في الستينات من دعم الأشقاء الأفريقة للتحرر والتخلص من الاستعمار ثم بعد ذلك ما بزل في إطار دعم إنشاء مؤسسات هذه الدول والتعاون معها لتحقيق منظومة من الاندماج والتكامل وطبعا تمثلت في أيضا تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية بعد كده بقت الاتحاد الأفريقي وأتى من نتائج ما قبل 2014 تعليق عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي الاتحاد اللي كانت لها الريادة في تأسيسه وكانت من الدول الأكبر الدول الممولة لنشاطه ولكن الحمد لله في سنوات بسيطة استعادت مصر ثقة القرى الأفريقية وفي 2014 استعادت مصر عدويتها في بداية تولي سيد الرئيس للرئاسة ثم رأس سيادته الاتحاد في 2019 ليكون دائم الدفاع عن المصالح الأفريقية في كل الندوات في كل الاجتماعات الدولية يعبر عن طموحات القرى في إطار رؤية أيضا ثقبة عملية اتصالا بوجود قدرة ذاتية في القرى الأفريقية من خلال الاندماج من خلال تدعيم البنية الأساسية وتوفير التمويل الميسر لهذه الدول حتى تخرج من دائرة الاعتماد على المنح إلى دائرة الاعتماد على الزات لتحقيق طموحات شعوبها شعوب قادرة وقارة شاب بها موارد ضخمة كل ما هناك تحتاج إلى الاعتماد المتبادل والتكاملية فيما بينها رئيسة مصر أيضا تجمع الكوميسا وتجمع اقتصادي لشرق أفريقيا يتيح التجارة الحرة دون جمارك وهي كانت مقدمة لأيضا اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية سيدة رئيس ناصرها ودعمها لما فيها من اندماج لدول القارة واعتمادهم على التبادل التجاري فيما بينهم والاستفادة من الخدرات المتوفرة لديهم عفوا معلي الوزير عفوا معلي الوزير لمقاطعة عرضكم القيم ولكن مراعاة الوقت تفضل تفضل الأزمات القمم في السياسة وكما بدأت في المواطن المصري السياسة الخارجية هي بتخدم مصلحة المواطن المصري في تحقيق استقرار في تحقيق علاقات مع المجتمع الإقليمي والدولي يفتح مجالات للتعاون يفتح مجالات للاستثمار يؤدي إلى تحقيق نسب أعلى للعمالة وكل هذا هو السعي لوضع السياسة الخارجية تخدم مصلحة المواطن بشكل مباشر الارتقاء والاهتمام بالمواطن المصري في الخارج وده مسؤولية البعثات الدوليماسية في الخارج وكل مدى هناك تطوير الاعتماد على المنظومة الرقمية للخدمات الخنصلية وربط المواطن بالوطن الأم بتعريفه بما يحدث في وطنه بإطلاعه على الحقائق وأيضا العمل على توفير الفرص الاستثمارية والانتاجية التي يمكن أن يساهم فيها في دعم وطنه وشقائه دعم المصريين في المناطق الأزمات وخروجهم ورعيتهم في هذه المناطق تنظيم الانتخابات ونحن نقدم على هذا الاستحقاق الهام السياسي وهي في الحقيقة فرصة أيضا شاهدتها بنفسي للترابط فيما بين البعثات في الخارج والمواطنين لما يتم من إجراء هذه الانتخابات بشكل فيه شفافية بشكل فيه أجواء احتفالية في الحقيقة لما استطعنا أن نحققه على مدى الانتخابات الرئيسية والتشريعية الماضية هناك أيضا اتصالا بالمواطن المصري شق هام تطلع به وزارة الخارجية في إطار تشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ورئاسة الوزارة لها وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضوع حقوق الإنسان موضوع يأخذ أبعاد كبيرة ومن الأهمية قبل أن يكون محل اهتمام الآخرين فهو محل اهتمامنا ومحل اهتمام السيد الرئيس وإذا لم تكن تدل أي شيء من ما ترح خلال يومين الماضيين فهو اهتمام بالمواطن المصري بتحقيق التنمية له والمنظور الشامل لحقوق الإنسان حقوق ه السياسية حقوق الاقتصادية حقوق ه الاجتماعية وعدم اختصار الأمر او توظيفه لتحقيق أغراض سياسية بعيدة عن فكرة ابراز مال الإنسان من حقوق وتوفير الدولة لهذه الحقوق وافتكر ما فيش مسأل أدل عن حياة كريمة لأصبحت النهاردة مسأل يحتز به في كل حتة على كيفية الرعاية الحقيقية لحقوق الإنسان وحقوق المواطن أيضا الانخراط في المجلس حقوق الإنسان والدول الأخرى لرفع قدرتنا وإسكاء ما نخوم به من أجل مواطنينا ومن أجل أبنائنا وأحفادنا فسوف نستمر في الدفع وفي التصدي لكل المحاولات اللي بتحاول أن تستغل هذه القضية لأغراض سياسية الخاصية الرابعة طبعا الاهتمام بالشقة الاقتصادي والتنموي ودبلوماسية التنموية الترويج للاقتصاد وجذب الاستثمارات لتحقيق التنمية التوسع في الشراكات الاقتصادية واللجان المشتركة ودعم دور القطاع الخاص الشراكة والحضور أيضا لما اختسبته مصر من ثقة ودعوتها لحضور مجموعة العشرين ومجموعة السبعة ومشاركتها المؤثرة في مجموعة السبعة وسبعين والسين وإن شاء الله ما هو قادم من مشاركة في البريكس كلها من شأنها أن توسع من التعاون فيما بيننا وبينك هذه الخطاعات ودائما هناك تقدير بالغ لما يطرح السيد الرئيس في هذه المنتديات من أفكار في حقيقة عملية اتصالا بالدفاع عن قضية الدول النامية شرع طبيعة تحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر من أيضا خصائص السياسة الخارجية والمسؤوليات الملقاة على البعثات في الخارج حتى يكون هناك إدراك لدي شركائنا وتواصل مع سواء القطاعات الرسمية أو قطاعات الرجال الأعمال وقطاع العمل الخاص هناك مجموعة طبعا من التحديات البزغة المستحدثة التركيزة الآن على قضايا تغير المناخ وأثر ذلك على الشراكة الإنسانية في هذا الكوكب هنا الدور اللي لعبته مصر في استضافة ورئاسة كوب 27 ما حققناه من إنجاز لم يكن أحد يتصوره في إنشاء صندوق الدرر والخسائر والأضرار كان حلم يراود الدول النامية وكان اعتبروا أنه مجرد تضمينه على جدول الأعمال هو إنجاز مسبوك ولكن أن يأتي بإنشاء السندوق في حد ذاته اللي يبرن على أن مصر بتدافع عن مصالح أشقائها في الدول النامية وتستصيع من خلال الشراكات اللها ومن خلال الثقة في قدرتها على تناول هذه القضية الهامة وسواء في دعم التخفيف من الانبعاثات أو في ضرورة التكيف مع تغير المناخ ولكن أيضا أهمية أن تلبي الدول المتقدمة لمسؤوليتها وتوفير التمويل اللي يؤهل لإطلاع كافة الدول بمسؤوليتها في هذا الشأن فهو في الحقيقة إنجاز كبير يجب أن نفتخر بيه الهجرة غير الشرعية والحساسية البالغة اللي نشأت لدي شركائنا في الشمال المتوسط ده رغم ما تتطلع به مصر من مسؤولية ليس على سبيل تعهدتها القانونية زاء معاهدة 51 ولكن ترسها وحضرتها اللي تجعلها دائما مستقبلها لأشقائها وتوفر لهم نفس ما توفره لمواطنيها في طر الرعاية فلم تنشأ تنشأ مراكز احتجاز وإنما تتحمل عبء كبير ولم تستخدم هذه القضية لابتزاز أي من الشركاء بدفع هذه الأعداد الكبيرة من الديوف لعبور والمخاطر المرتبطة بعبور المتوسط لعفاء أنفسنا وتحميل الآخرين بهذه الخضية ولكن ده لا يمنع أننا دائما نؤكد في إطار اتصالاتنا على ضرور الدعم مصري في هذا الجهد الذي تبزله أما إذا الإرهاب والمخاطر التي تحيط بنا ولزال أصحاب الشر يستهدفون ما أنا أتصور أنهم يعتبرونها الجائزة الكبرى وهي مصر وهي بعيدة عن المنال ولكن علينا لنا تجربة فريدة والحمد الله أيضا بتضحيات القوات المسلحة والشرطة المصرية والتضحيات للمواطنين المصريين الأبرياء اللي الارهاب نال منهم فلها تجربة فريدة استطاعت من خلال أيضا تناول نظرة شاملة أمنية وتنموية أن الحمد لله تقضي على المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة وخلال حدويتنا في مجلس الأمن طرحت الرؤية المصرية التي تأسست عليها إلى حد كبير استراتيجية الأممية التي ترح السكتير العام لمكافحة الإرهاب والآن نترقص بشكل مشترك مع الاتحاد الأوروبي المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب أيضا تقديرا للتجربة الخاصة والجهد التي بزلته والتضحية التي بزلت مصر في محاربة الإرهاب والتعريف بالمخاطر المرتبطة بها الأمن السبراني ونحن نخدم على الزكاء الاصطناعي والاعتماد الكامل على النظم الرقمية هو التحدي للمستقبل وضرورة وضع الحوكمة من خلال الإطار المتعدد الأطراف حتى نستطيع أن نحمي أنفسنا من مخاطر المرتبطة بالأمن السبراني وأيضا لجوء الجريمة المنظمة لاستغلال التطورات الرقمية السياسة الخارجية لا بد أيضا تواجه المتطلبات المستحدثة ومن هنا كان هناك تنمية لقدرات الدبلوماسية العامة في إطار التواصل مع الإعلام مع مراكز البحثية مع الجامعات للتعريف بالرؤية المصرية إذا القضايا سواء كانت الداخلية أو الإقليمية أو الدولية الدبلوماسية الثقافية وإبراز الهوية المصرية هوية خاصة هوية راصخة في سبع تلاف سنة من التاريخ شهدت عصور وفرعوني فإبتي فإسلامي فمتوسطي كلها محل اهتمام من الدول ومن الشعوب وعلينا أن نحافظ عليها أيضا الثقافة العربية وأبرز الروائيين والكتاب والمثقفين المصريين وقدرتهم على التأثير الصورة الزهنية لمصر وضرورة الدفاع عنها من خلال مثل هذا الحكاية حكاية وطن وضرورة الترويج لهذا في الوسائل الإعلام المحلية والدولية حتى يتم الحفاظ على الصورة الزهنية الإيجابية لكل ما يفعل وكل التضحيات التي تبزلها مصر القوى النعمة لمصر ومدى تأثيرها سواء في العالم العربي أو ما يتعدى ذلك هي أيضا من الأمور المهمة الزيارات للفرق الرياضية المشاركة في المنتديات كلها أمور هي رصيد متراكم بيعزز من قدرة الدولة ومؤسساتها التواصل مع الإعلام متأكيد أنه هذا التراكم على مدى التاسع سنوات الماضية هي التي جعلت الآن مصر في وضع مختلف تماما عما كانت عليه قبل 2014 قدر السقة قدر المعرفة بما تستطيع أن تحقق مصر بإرادة وبرؤية لقيادة حكيمة تأخذ من القرارات دائما مبنى على هذه المبادئ التي تحدثت عليها المبادئ مبعثها حضارة مبعثها قيم مبعثها التزام واندباط هو الذي سوف يخود هذه البلد العزيز إلى كل ما يرجوه وهتستمر الدبلوماسية المصرية في الدفاع عن مقدرات ومصالح الوطن في الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس وله وللشعب المصري كل الاحترام والتقدير وشكرا ترجمة نانسي قنقر